مرسوب رئاسي رقم 50 وتسعين تم تعيين الموظفين الآتي أسمهم في مناصب المسؤولية التالية بوزارة البيئة والصيد الأمنة العامة الأمين العامة سيد أوليفيا كيمتو الأمينة العامة النائبة السيدة سعدية عثمان داباه المفتش العامة المفتشية العامة المفتش العامة سيد إبراهيم حمدان المفتشون السيد محمد طهر كدلي السيد مساء ملا حرير فنجمنا في الثاني من يونيو 2017 توقيع رئيس الجمهورية إدريس بيتنو مرسوم رئاسي رقم 590 تم تعيين الموظفين الآتي أسمهم في مناصب المسؤولية التالية بوزارة البيئة والصيد الإدارة العامة للبيئة المدير العام سيد كولارنباي كونجا جوليان إدارة مكافحة التغيير المناخي والتربية البيئية المدير سيد محمد حسن إدريس إدارة التقييم البيئي ومكافحة التلوث المدير السيد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الإدارة العامة للموارد الغابية والحيوانية والصيد المدير العام سيد رشيد أحمد إدارة الغابات وإعادة التشجير المديرة سيد زوكلوب بناء المديرة النائب السيد محمد زكريا بوري إسو إدارة حماية الحياة البرية والمحميات المدير السيد مادانجامانقاسو المدير النايب السيد ألي أدم مصطفى إدارة الصيد وتطوير الزراعة المائية المدير السيد عباس محمد أدم المدير النايب السيد طاهر أبطالة طاهر إدارة الموارد البشرية والمعدات المديرة سيدة عيشة مونة جرفة إدارة الشؤون القانونية والمنازعات المديرة سيد كيمبا كيمبايد داقيا إدارة حماية البيئة ومكافحة الصيد الجائر المدير سيد طاهر أدم أرقي المدير النائب سيد حامد حسين محمد إتنو المادة الثانية على كل من وزير البيئة والصيد ووزير المالي والميزاني وكل من مكلم حسب اختصاصي على تنفيذ هذا المرسوم الذي يطبق في الجريدة الرسمية للجمهورية حرير الفنجمينة في الثاني من يوليو 2017 توقي رئيس الجمهورية إدريس زبيتنو مرسوم رئاسي رقم 592 تم تعيين الموظفين الآتي أسمعهم في مناصب المسؤولية التالية بوزارة البيئة والصيد إدارة مكتب الوزير المدير السيد بيسوي يوسف مدو المستشارون السيد جبير لول السيد زكريا كوسكي تحرير الفنجمينة في الثاني من يوليو 2017 توقي رئيس الجمهورية إدريس زبيتنو